فهنا الله مش بينقذ نفسه خلي بالنا من حاجة وهنا اللي يخليني أشوف الله وأدبع الله الله ما بيعملش حاجة عشان فايدة هو الشخصية يعني مش محتاج هو غني يعني هيحتاج بني أنا إيه كبشر أنا كنت مجرد شوية تراب يعني إحنا كبشر دلوقتي كسيس نزار لو طلعنا برا وشوية تراب جامعة له دومنا بننفضها إحنا كنا تراب اللي بننفضه ده فالله هنا عايز ينقذ البشر كمان ينقذ الجنس البشري من الموت ومن الهلاك فهنا فيه خلاص وشوفنا الكلمة اليونانية بمعنى أنك تخلص بدفع التمن فالله هو اللي دفع التمن حقق العدالة دي في نفسه في شخصه عشان كده نزل وخط صورة إنسان واتجسد عشان كده بنشوف كمان بشوف عارف جسيس نزار تنصيق رائع ونغم رائع في الكتاب المقدس رغم أن سفر التكوين اتكتب جابل مثلا رسالة فيليبي بأكتر من 1500 سنة بألاف السنين يعني فبنشوف أني آدم عصى المسيح أطاعها فهنا حل مشكلة العصيان بالطاعة وبيقول لنا الرسول بولوس في رسالة الآلف لبي الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادل الله بل أخلى نفسه آخزا صورة عبد إذا وجد في الهيئة كإنسان وقاطعه حتى الموت وقاطعه حتى الموت موت الصليب فإنا بنشوف أنه بيعالش فكرة العصيان كمان بالطاعة يبقى أنا عندي ليه؟ لزوم الغفران الله بيحقق عدله الله بيحقق رحمته الله بينقذ البشرية الله عايز يعيد شركته مع الإنسان طيب يعيد شركته مع الإنسان إحنا عارفين أن الله قدوس القدوس لا يقبل الخطيئة مش ممكن يجتمع النور والظلمة مع بعض عشان كده كان لازم الإنسان يقترب من الله طيب الإنسان بنفسه مش يقدر يقترب من الله بخطيئته عشان كده كان الله لازم يطهر الإنسان من الخطيئة وما كانش فيه طريقة تانية لتطير الإنسان من الخطيئة ودفع التمن غير من خلال الله نفسه لما جاء وتجسد وأخذ صورة إنسان ومات على الصليب عشان كده احنا بنقول ايه جسيس نظار بعدما المسيح جدم نفسه في داء لنا بنقول لنتقدم الآن بثقة إلى عرش النعمة كان خطيانا فصلة بيننا وبين الله خطياكم صارت فصلة لكن بموت المسيح وقيمته أصبح فتح لنا باب للدخول إلى قدس أخداص الله فأعاد لي الشركة فيبقى أنا عندي العدل الرحمة إنقاذ البشر إعادة الشركة مع الإنسان لأن الله بيحب الإنسان